ومنها إذا وأصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم نعم الصالحون والأنبياء وأولياء الله لا يرضون بذلك أن يفعل عند قبورهم هذا الشيء ويتأذون به يتأذون به فهم لا يرضيهم هذا لأنهم كانوا في الحياة يمكانوا أحيا ينكرون هذا ويجاهدون أصحابه فلما ماتوا عكسوا الأمر فخالفوهم والعياذ بالله هم لا يرضون بهذا وفي يوم القيامة يتبرأون منهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الملائكة يتبرأون ممن عبدهم الأنبياء يتبرأون ممن عبدهم وأنتم تقرأون ما قاله أو يقوله عيسى عليه السلام إذا سأله رب العالمين أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أو يتبرأ من هذا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويفتضحون في هذا الموقف المخزي والعياذ بالله وكذلك عباد القبور سيحصل لهم هذا يوم القيامة ويتبرأ منهم الصالحون والأولياء نعم